اختر الوصفة الصحيح إن جميع الخيارات المتاحة تصف بشكل صحيح أو خاطئ نهاية F لـ X عندما يقترب X من 6 من اليمين أو اليسار ابدأوا بالجانب الأيسر ما هي نهاية F لـ X عندما يقترب X من 6 من اليسار بالاستعانة بالتمثيل البياني عند الاقتراب من جهة اليسار تجدون أن F لـ 4 أقل من 2 بقليل وF لـ 5 تساوي تقريباً 3 وF لـ 5.5 تبدو أكبر قيمة وF لـ 5.75 تبدو أكبر قيمة من ذلك هذا يعني أن قيمة F لـ X تتزايد بلا حدود في الاتجاه الموجب أي أن نهاية F لـ X عندما يقترب X من 6 من اليسار تساوي موجب ما لا نهاية والآن احسبوا نهاية F لـ X عندما يقترب X من 6 من اليمين من خلال تتبع المنحنة تجدون أن قيمة F لـ 7 سالبة وF لـ 6.5 أكثر سالبية وF لـ 6.1 أكثر سالبية بكثير وكذلك الأمر بالنسبة إلى F لـ 6.01 تلاحظون أن قيم الدالة تتناقص بلا حدود في الاتجاه السالب أي أن نهاية F لـ X عندما يقترب X من 6 من اليمين تساوي سالب ما لا نهاية انظروا الآن إلى الخيارات ما هو الخيار الصحيح؟ إن جميع الخيارات تبدأ بقيمة النهاية من اليمين أي هذه النهاية ونهاية F لـ X عندما يقترب X من 6 من اليمين تساوي سالب ما لا نهاية أي أن هذين الخيارين صحيحان حتى الآن وهذين الخيارين خاطئان أما الجانب الآخر من الإجابة النهاية عندما يقترب X من 6 من اليسار فتساوي موجب ما لا نهاية إذن الخيار الثاني هو الخيار الصحيح وبهذا ينتهي الحل